هذا ووجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر بوضع الخطط التدريبية الفعالة التي تحسن من قدرات المواطن البحريني الوظيفية وتجعله الخيار الأفضل والأمثل عند التوظيفة لتحقيق أهداف الحكومة في دعم القطاع الخاص وجعله محركا أساسيا في التنمية الاقتصادية وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس مجلس إدارة صندوق العمل تمكين والدكتور إبراهيم محمد جناحي الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد وخلال اللقاء أكد سموه أن الحكومة مستمرة في تبني المبادرات التي تدعم قطاع الأعمال وتحفز على تدشين المشاريع التجارية والاستثمارية التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني لافتا سموه إلى أن الحكومة تعمل على الشروع في تنفيذ استراتيجيات متعددة للتعامل مع التحديات التي يواجهها سوق العمل والقطاع الخاص بما يكفل دعم هذين القطاعين وتجنبهما التأثر بالتطورات الاقتصادية العالمية وحث سموه القائمين على صندوق العمل تمكين على القيام بدور أكثر تأثيرا وفاعلية وحيوية في مشهد التنمية الاقتصادية وأشهد سموه بالدور الذي تطلع به تمكين في تعزيز الانتاجية والتنمية المستدامة للأفراد والمؤسسات والاستجابة الفاعلة والسريعة لمتطلبات السوق ومتغيراته متمنيا سموه للدكتور إبراهيم جناحي التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله وقد أعرب رئيس مجلس إدارة التمكين عن شكره وتقديره لسمو رئيس الوزراء على توجيهات سموه الكريمة التي تصب في اتجاه تعزيز تواجد تمكين في الساحة الاقتصادية وفي دعم برامج التدريب التي تؤهل العمالة الوطنية لتكون خيارا مفضلا في سوق العمل فيما أكد الرئيس التنفيذي لتمكين بأن ما موجه به سموه بشأن برامج عمل التمكين ستأخذ طريقها للتنفيذ وبخاصة فيما يتعلق بتدريب العمالة الوطنية ودعم الأفراد والمؤسسات